اللهم صل وسل وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لازلنا في موضوع البسملة وهل أنها جزء من القرآن الكريم فاستعرضنا الآراء ثم سقنا الأدلة على مختار الإمامية واتفاقهم على أنها جزء من القرآن الكريم من الحمد ومن سور القرآن إلا سورة براءة وتحدثنا في الدرس السابق عن الإجماع وقلنا بأن الإجماع يدل على أن البسملة جزء من القرآن الكريم كما فصلنا والدليل الثاني الذي اعتمد عليه الإمامية الشيعة في أن البسملة جزء من القرآن الكريم على نفس التفصيل الذي مضى هي الروايات الواردة المؤكدة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والتي تؤكد هذا المعنى وأتت الروايات متضافرة في تأكيد هذا المعنى في مضامين وبيانات متعددة وشكلت قرينة وشاهدا بل دليلا على ذلك على أن البسملة جزء من القرآن الكريم يمكن أن نقسم الروايات الواردة بشكل سريع إلى أربع طوائف بحسب مضمونها العام الطائفة الأولى التي تدل على أن البسملة آية من سورة الفاتحة يعني جزء من الروايات متوجه إلى هذا المعنى معنى كون البسملة جزء من الفاتحة مع عيون الأخبار عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب هذا تصريح من الإمام أمير المؤمنين بكل وضوح أن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب وهي سبع آيات تمامها يعني تكملتها بسم الله الرحمن الرحيم الرواية الثانية في الكافي عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب قال عليه السلام نعم الرواية طويلة هذا موضع الشاهد يعني الإمام ألزمه بقراءة البسملة مع الفاتحة هذا ما يدل على أن البسملة قلنا الطائفة الأولى من الروايات تدل على أن البسملة جزء من فاتحة الكتاب أما الطائفة الثانية فهي الروايات الدالة على أن البسملة جزء من الفاتحة ومن السور الأخرى وهي كثيرة جدا منها رواية صفوان الجمال قال أبو عبد الله عليه السلام ما أنزل الله من السماء كتابا إلا وفاتحته بسم الله الرحمن الرحيم هذا الكلام يدل على أن البسملة جزء من جميع الوحي السماوي السابق ويدلك على عظمة هذا الذكر وعظمة هذه الآية وهي مطلع كنوز العرش وفيها أسرار الفاتحة يقول عليه السلام ما أنزل الله من السماء كتابا إلا وفاتحته يعني مطلعه بسم الله الرحمن الرحيم وإنما كان يعرف انقضاء السورة هذا طبعا كلام مهم قبل كم يوم أحد الشباب سألني عنه أنه ترتيب السور وترتيب القرآن هذا الكلام يدل على أن ترتيب السور وترتيب البسملة عموما أو في الغالب بوحي سماوي وإنما كان يعرف انقضاء السورة بنزول بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء للأخرى زين فبسم الله الرحمن الرحيم علامة فارقة على بداية السورة هذا شنو يدل يدل على الجزئيلة وما يدل على الجزئيلة يدل على أنها جزء منها وفي الدر المنثور طبعا الدر المنثور تفسير ليس من تفسير الشيعة عن عبيد بن سعيد بن جبير أنه في عهد النبي صلى الله عليه وآله كانوا لا يعرفون انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نزلت علموا أنه قد انقضت السورة ونزلت الأخرى نفس المضمون المنقول عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام طبعا هذا يدل دلالة واضحة على أن البسملة جزء إحنا ليش نأكد على هذا الموضوع لأنه أكو بعض المسلمين من يؤكد على خلاف ذلك زين يؤكد على خلاف ذلك فإحنا لهذا انسوق ليس فقط الدليل الوارد عندنا حتى عند غيرنا الطائفة الثالثة من الروايات تدل على أن عمل الصحابة والأئمة عليهم السلام وسيرتهم كانت هي الالتزام بقراءة البسملة كانوا يقرؤون البسملة بشكل واضح يقرؤونها وين مو في التلاوة في التلاوة ما في مشكلة لا كانوا يلتزمون بقراءتها في الصلوات الواجبة منها طبعاً هذه هنا الأدلة أدلة من كتب أهل السنة أخرج الدار قطني عن ابن عمر قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وأخرج الشافعي في الأم والدار قطني والحاكم وصححه عن معاوية أنه قدم المدينة فصلى بالناس ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم معاوية دخل إلى المدينة وصلى ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكبر حتى إذا خفض وإذا رفع فناداه المهاجرون اعترضوا عليه فناداه المهاجرون والأنصار حين سلم يا معاوية أسرقت صلاتك أين بسم الله الرحمن الرحيم وأين التكبير فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن والسورة التي بعدها وكبر حين يهوي ساجداً هذا دليل على أن الناس يتوارثون هذا المعنى وكأنه شيء مسلم ومتوارث ومعهود ومعلوم أن البسملة جزء من القرآن الكريم زين الطائفة الرابعة وهي الأخيرة الطائفة الرابعة من الروايات التي تتحدث عن أهمية البسملة لعله إحنا يمكن نكون ملزومين بنقل خواص وفضل البسملة لأن فيها أيضاً من النقاط المهمة اللي نبهنا عليها أهل البيت عليهم السلام فنعقد لها لعله درس نشوف شلون حتى لا يفوتنا شيء مهم ويكون مقسم على الحصة الوقتية إلى قبل شهر رمضان نكون إحنا امتممين المعنى وامتممين ما يتصل بالتفسير تباعاً بتفسير الآيات فمنها من هذه الروايات اللي تتحدث عن أهمية البسملة وهي تفيد هذا المعنى أيضاً تصلح للاستدلال نفس هذه الروايات اللي تتكلم عن فضل البسملة تدل على أن البسملة جزء من القرآن الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وآله كل أمر ذي بال يعني كل أمر مهم لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر منقطع زين أي شيء تبدي فيه مهم لازم يبدأ ببسم الله فهو وإلا فيكون أبتر منقطع ما فيه بركة ما فيه نتيجة ما فيه خير تريد تاكل تريد تدخل السوق تريد تركه بسيارتك تريد تلبس ملابسك تريد تدخل المسجد تريد تطلع من المسجد كل حركة كل سكنة تعلم أنه ما تترك بسم الله الرحمن الرحيم زين الآيات القرآنية أليست أمر أيضاً ذي بال يبتدأ به أليس أمراً مهماً تريد أن تبدأه الله علمنا سبحانه وتعالى على أنه نحافظ على البسملة ولا نتركها في أهم الأشياء وهي كلامه الشريف كلام الله سبحانه وتعالى هنا خلصنا إحنا الآن الاستدلال على أن البسملة آية من القرآن الكريم من الفاتحة ومن الآيات الأخرى ما عدا أي سورة قلنا براءة هنا أكو كلام مهم جداً ساقه السيد الخوء رحمه الله ذكرنا جزء من الوارحة لكن يهمني الروايات التي ذكرها واستدل بها على المطلوب نفسه يقول اتفقت الشيعة الإمامية على أن البسملة آية من كل سورة بدأت بها وذهب إليه ابن عباس وابن المبارك وأهل مكة كابن الأثير وذكر جملة من علماء الجمهور ثم قال من الأدلة هني الكلام المهم جداً من الأدلة على أن البسملة جزء من القرآن الكريم وبينا شنو نقصد إحنا بأنها جزء من القرآن الكريم ولا نعيد يقول هي الروايات الصحيحة المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام الصريحة في ذلك وبها الكفاية شوفوا هذا كلام السيد الخوئي يخليننا على الخط يقول أن إحنا الآن ذكرنا عدة أدلة صحيح يقول إحنا ملزمين بروايات أهل البيت باعتبار أهل البيت هم الثقل إني مخلف أو تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما في أحد مؤهل للحديث عن خصوصيات القرآن مثل أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين ولا أكو أحد مؤهل ولا أكو جانب مؤهل أن يعكس لنا أهل البيت إلا القرآن نفسه هذولا ثقلين زين يعضد بعضه بعضهما بعضا يقول النبي أحدهما أكبر من الآخر أي هو أكبر أنا أفهم هكذا يعني كفرسي رهان زين لما أنت تسأل عن عالمين جليلين يكاد أن يكون متساويين بالعلمية يقولوا لك من هو أعلم زين تقول أحدهما أعلم من صاحبه يعني شن المقصود كلاهما في درجة واحدة كفرسي رهان النبي صلى الله عليه وآله يقول أحدهما أكبر من الآخر يقول السيد الخوئي رحمه الله يقول هذه روايات أهل البيت وبها الكفاية عن تجشم أي دليل بعد ما يحتاج تتحب تروح يمين وشمال لأنها روايات صحيحة ومأثورة وصريحة بها الكفاية عن تجشم أي دليل آخر بعد أن جعلهم النبي عدلا للقرآن في وجوب التمسك بهم والرجوع إليهم يذكر الآن ما يسع المجال للتبرك نحن نذكر هذه الأحاديث الصحيحة المأثورة الصريحة الرواية الأولى عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله إذا قمت للصلاة اللي هي ذكرناها الآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن قال نعم قلت فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة قال نعم هذا دليل على أن البسملة بكل وضوح جزء من القرآن الكريم عن يحيى بن أبي عمران الهمداني قال كتبت إلى أبي عبد الله إلى أبي جعفر عليه السلام جعلت فتاك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أم الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب يعني السورة الثانية تركها فالآن ينقل عن الإمام قول واحد من بني العباس فقال العباسي ليس بذلك بأس يعني أنا مستفدي واحد عباسي وقال لم يخالف ليس بذلك بأس فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه يعني العباسي فشنو معنى الرواية بوضوح أن السورة بدون البسملة شنو غير مقبولة يقول يعيدها رغما عن أنفه يعيدها يعيد صلاته أو يعيد تلاوتها زين الرواية الثالثة والأخيرة صحيحة ابن أبي أذين يقول فلما فرغ من التكبير والافتتاح أوحى الله إليه سمي بإسمي فمن أجل ذلك جعل باسم الله الرحمن الرحيم في أول السورة ثم أوحى الله إليه أن احمدني فلما قال الحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وآله في نفسه شكراً فأوحى الله عز وجل إليه قطعت حمدي فسمي بإسمي فمن أجل ذلك جعل في الحمد الرحمن الرحيم مرتين فلما بلغ ولا الضالين قال النبي صلى الله عليه وآله الحمد لله رب العالمين شكراً فأوحى الله إليه قطعت ذكري فسمي بإسمي فمن أجل ذلك جعل باسم الله الرحمن الرحيم في أول السورة هذا تصريح بأن الله هو الذي شرع البسملة وجعلها أول السورة ثم أوحى الله عز وجل إليه اقرأ يا محمد اللهم صلى الله عليه وآله نسبة ربك تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد طبعاً هذه السورة سورة الإخلاص أيضاً لها فضل كبير جداً مرة احنا تعرضنا لها لبعض الروايات الدالة على فضلها لها فضل كبير خصوصاً في الصلاة فضل كثير بل في بعض الروايات أهل البيت عليه السلام يقدمونها على سائر السور لفضلها ونسأل الله عز وجل أن يفيدنا بمعارف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل وسل وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار